كل معي عضو الاتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان سيد ياسر أهلا بك وكأنه صوت الترتيبات التي تحاول أن تنسقها روسيا سواء مع واشنطن أو مع تل أبيب بدأت تعلو هذه الأصوات على أي مفاوضات سياسية على غرار ما كان يوقع في جينيذ في بينا في أسنة وإلى ما دون ذلك نعم أستاذ محمد هذا صحيح لكن ليست تفاهمات جديدة بقدر ما هو إعلان لتفاهمات قديمة أو بالأحرى لتوافقات في الإرادات ولو كانت بشكل ضمني ما بين هذه الأطراف الجميع مع الأسف ينسى الشعب السوري وينسى كل التضحيات وينسى كل التعهدات التي قدموها سابقا لأجل تخفيف عذابات الشعب السوري ويذهب باتجاه تحقيق مصالح دولية أقليمية تتمحور حول حماية حدودنا مع فلسطين المحتلة طيب أنتم ماذا فاعلون الآن في هذه الحالة؟ واضح أن هناك أمور ستفرض على السوريين سواء شاءوا أم أبوا في ذلك الثورة مستمرة بالتأكيد حتى لو خسرنا الأرض الخيار العسكري ربما لم يكن خيارا استراتيجيا في ذلك الوقت كان اضطراريا لم يكن بإرادة ولم يكن وفق خطة ولم يكن وفق استراتيجيا نهجتها الثورة السورية والشعب السوري كان في حالة دفاع مشروع عن النفس لكن لم نستطع أن نتكافأ مع النظام بسبب حجم الإجرام الهائل الذي يمارسه ضد المدنيين وبسبب فارق السلاح وبسبب الدعم المقدم للنظام من روسيا وإيران وضعف الدعم المقدم من قوى الثورة علينا الآن وبدأنا بالفعل بالعودة لبناء استراتيجيات مختلفة حرب الجبهات لن ننجح فيها أطلاقا هذه حقيقة واقعة وعلينا أن نعترف بها وأيضا من دون أن تتوحد قوى الثورة بشكل حقيقي وكامل تحت قيادة واحدة تعطي الأوامر والجميع يلتزم ستتكرر الهزيمة والفشل بشكل آخر الثورة بدأت سلمية ويجب أن تعود سلمية كما بدأت يكفينا أن يعلن الناس من خلال نشرات أو من خلال كتابات على الجدران بأن هذا النظام عليه أن يرحل وبأن يصروا على حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعيش بسلام ضمن مجتمع ديمقراطي ضمن تعددية وبكافة الوسائل السلمية الجانب الآخر هو الشق القانوني النظام يرتكب جراء محرم هل يمكن أن يعاد إنتاج أو تأهيل مجرم حرب ليستمر في حكم سوريا الشق الآخر أيضا تعارض وتناقض المصالح ما بين روسيا وإيران ما بين إيران ودول أوروبا ما بين أيضا الدول العربية ما بين تركيا وأيضا إيران كل هذه تخدم الثورة السورية وتخدم عملية الانتقال السياسي إيران الآن تتغول بعمق أكثر في قلب المجتمع السوري وفي أجهزة الدولة السورية في عمق المؤسسات الدولة السورية وهذا يعني على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد حتى لو خرجت إيران عسكريا هي الآن المسيطر الأول على الدولة السورية وفي المجتمع أيضا مشاهد اللطميات وتعليم الأطفال شعارات طائفية تغذي الكراهية حماية المقدسات وتارات الحسين هذا كله يرفض الشعب السوري المؤيد أيضا ليس فقط المعارض ومن هنا أنا أعتقد بأن هناك مصلحة لكل الأطراف للمضي قدما بالانتقال السياسي يعني نحن بالنسبة إلينا نعتبر بأنه قصران هذه المناطق كأرض كمساحة جغرافية هو مؤلم بقدر ما يعني يشكل هدرا لأرواح سوريين هو مؤلم لأنه في ضحايا لكن بالنتيجة نحن بالنسبة إلينا طب يا أستاذ ياسر تحدثت عن خيار العسكري يعني ألم صراحة يعني يحبط ويخيب أمل الكثير من السوريين من كثير من الفصائل اللي أوهمت هؤلاء السوريين في المناطق مجرد سؤال أنا بسأل يعني كي لا يؤخذ أو يفهم كلامي خطأا أوهم هؤلاء السوريين بأنه المناطق يسيطرون عليها وأنهم باتوا في أمن وأمان وبعد فترة وإذ بهم يفاوضون الروس ويقومون بتسليم الأسلحة الثقيلة والمغادرة ويتركون السوريين بين يعني أو تحت بطش النظام مرة أخرى نعم هذا صحيح يعني أولا روسيا سطاعت أن توقع الفصائل في فخ التفاهمات أو الاتفاقيات الجانبية بعيدا عن اتفاق كامل على مستوى الأراضي السورية يعني كل منطقة على حدى عقدت روسيا اتفاقا مع ابناء هذه المنطقة وفصائلها في الغوطة كان هناك اتفاق جانبي منفرد في المنطقة الجنوبية اتفاق جانبي منفرد في حمص الشمالي اتفاق جانبي منفرد وظن يعني قيادات في هذه الفصائل بأنهم من خلال ذلك سيحصلون على مكاسب أكبر وسيؤمنون يعني نفوذا طويل المدى لهم في المنطقة لم يكن هذا صحيحا يعني بعدما استطاعت روسيا ونجحت في تمزيقتهم في تفريقهم في تحطيم وتمزيق الاتفاق العام الموقع في أستانا على مستوى المناطق السورية كاملة تفردت بهم واحدا تلواء الآخر ومنطقة تلواء الأخرى وبالتالي علينا الآن أن نجري مراجعات حقيقية بشفافية ووضوح يعني نحن نقول بأننا أكلنا يوم وأكل الثور الأبيض يوم ذهبت دارية دارية نعلم تماما من قبل اتفاق قياد تخفيض التصعيد من قبل ما تعقد يعني جولات أستانا من قبل هزيمة حلب حمص القديمة حي الوعار في حمص المعظمية كل هذه المناطق التي كان يستهدفها النظام بشكل مباشر وباقي المناطق المجاورة لم تكن تحت قيادة واحدة تقوم بالدفاع عنها نعلم تماما بأن دارية ما بين الغوطة القريبة منها والمنطقة الجنوبية ودرعة القريبة منها أيضا المعظمية المتاخمة لها والتي فيها فصائل من المنطقة الجنوبية حوصرت دارية كل هذه الفترة ثم استهدفها النظام ثم رحل أبنائها ولم يكن هناك قيادة واحدة تعطي أوامر بأن تخفف الضغط عن دارية وتشعل مناطق تشعل جبهات أخرى يعني حقيقة ضعف القيادة انعدام القيادة وعدم التنسيق الكافي فيما بين قيادات هذه الفصائل والفرق الهائل في حجم التسليح المقدم للنظام وفي حجم الجريمة التي يرتكبها النظام والوازع الأخلاقي لدى الفصائل لأنهم لا يضربون يعني قذائفهم على المناطق المؤيدة للنظام لأنهما يعني يتمتعوا بحالة إنسانية وأخلاقية حقيقة يعني خلاف للنظام الذي يعني كان يلوي ذراعهم باستهداف أهلهم باستهداف المدنيين بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وألضا بشكل متوازي مع الصمت المخزي والمشيئين للمجتمع الدولي وما يسمع لم يعد هناك أي حديث الآن يا سيد ياسر لم يعد هناك أي حديث الآن لا عن مفاوضات جينيف ولا عن أي مفاوضات أخرى الآن الحديث بات أكثر منصب على كيف نتنياهو يريد أن يأخذ حصته من سوريا وما الذي يرضيه وما الذي يرضي موسكو وما الذي يرضي واشنطن نعم مع الأسف وهذه مسؤولية الأطراف الرائعة لمفاوضات جينيف وهذه مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة وهذه مسؤولية الوسيط الدولي السيد استفان ديبستورا أن ينقذوا العملية السياسية وأن ينقذوا القرارات الدولية التي صدرت عنهم هم وليس عننا نحن 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 التزمنا بما أصدروا من قرارات لكنهم لم يحترموا هذه القرارات ولم يضمنوا تنفيذها في المنطقة الجنوبية أيضا هناك اتفاق برعاية بضمانة أمريكية لم تفعل أمريكا شيئا وتخلت عن هذه المنطقة بشكل يعني غير أخلاقي وغير قانوني وهذا يعني يطعم بمصداقيتها على المدى البعيد من شعوب المنطقة وباعت المنطقة يعني سكتت على جريمة العصر مقابل صفقة العصر وهذه مشكلة كثيرة كبيرة أن يدفع السوريين ثمن ذلك بالتأكيد يعني هناك دوافع إضافية تتشكل لدى الشعب السوري للأصرار على ذات المطالب لكن بأدوات بوسائل وبخطط أخرى بالتأكيد هذا يجب أن يكون يعني مدروسا وباتجاه آخر يجب أن تعلم كل هذه الأطراف أنه هذا النظام لن تولد استقرار في المنطقة تكرا والمنطقة ستشتعل لأنه هناك يعني قهر متكرر وظلم متكرر وبالتالي لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بأي حل لا يحقق مطالبه شكرا لك من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان